وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن موافقة المجلس على الوثيقة جاء بعد عرضها على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعمل في الوقت ذاته على تمطانة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد وأكد رئيس الوزراء أنه بعد عرض الوثيقة على الرئيس الجمهورية سيتم البدء في مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة والاستمرار كيد واحدة دولة وقطاع خاص في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة بسبب التدعية السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وأوضح بين مجلس الوزراء أن المؤسسات الدولية عبرت في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تهد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي من مصر وتعزز الناتج المحلي الإجمالية على المدى المتوسط والطويل هذا إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني